موسيقى مساء الخير سمعنا وشوفنا كتير أزواج متبادلين في المحاكم من زوجتهم اللي مراته خدت منه شقة الزوجية وحرماه من ولاده ورفع عليه قضية نفقة واللي مراته خدت منه صروته اللي كان بيحاولها لها من شغله في الخارج ولما رجع قالت له ما لكش عندي حاجة وغيرها كتير من الأمثلة اللي جات لنا هنا في البرنامج أو قرينا عنها حتى شفناها على السوشال ميديا أو شفناها في المجلات أو الجرائد ده غير اللي بيحصل مع صحابنا وقريبنا وزميلنا في الشغل بس الكل ده كوم واللي بعته لنا أستاذ أحمد بطل قصة حقيقية النهاردة كوم تاني خالص أستاذ أحمد بعت يقول لنا مراتي طلبت الخلع وهي سنها 63 سنة وقالت أخاف وقال لا أقيم حدود الله تعالوا نسمع الحكاية من أولها ونشوف أستاذ أحمد بعت لنا يقول لنا إيه اسمي أحمد وعندي دلوقتي 70 سنة شغلتي مدرس فيزياء وسافرت للعمل والتدريس في السعودية من أكتر من 32 سنة أيام العهد الدهبي للمدرسين المصريين هناك ورجعت المصر نهائي سنة 2016 عشان أكتشف كوارث كانت غيبة عني طول السنين دي كلها حكايتي بدأت لما اتجوزت زوجتي الحالية خريجت جامعة الأزهر من 36 سنة وكانت وقتها ما حالتهاش حتى خاتم نحاس ولما تقدمت لها طلبت إن مهرها يبقى مجغولات دهب ب3000 جنيه يعني حوالي ربع كيلو دهب بأسعر وقتها وجبت لها كل طلباتها وجهست لها شقة ثلاث قوض بكل الأدوات الكهربائية من أغلى وأحسن الماركات بما فيهم طقم الكيتشن ماشين اللي ما كانش منتشر وقتها في مصر وكانت كل البنات بتسمع عنه من بعيد لبعيد اتجوزنا وسفرت معايا السعودية وهناك خلفنا بنتين وولدين صفا ومروة ومحمود ومحمد وفضلوا معايا فترة لحد ما بدأوا يكبروا فبعدتهم مع مامتهم عشان يكملوا دراستهم في مصر مع المحافظة على إقامتهم بالسعودية عشان يجولي في أي وقت وأي فترة كنت معايشهم في الجنة كل اللي بيحلموا بيه كان بيجي لهم من هدوم لعب وهدايا خصوصا لما بنزل لهم في أجازة الصيف أو لما كانوا يجولي في أجازة نص السنة وكل فلوسي كنت بحاولها لمراتي أول بأول تتصرف فيها زي ما تحب وهكذا لمدة اتنين وتلاتين سنة ربيت ولادي أحسن تربية ما استخسرتش فيهم أي حاجة لحد ما بنتي ماروة بقيت دكتورة وأخوها محمد هو كمان خد السنوية العامة من السعودية ودخل كلية الصيدالة جامعة طنطة أم ابني محمود فاخد السنوية العامة من السعودية وحفظت له على إقامته لحد ما خلص دراسته وجبت له شغلة كمان أخصائي تسويق في السعودية رغم كل ده كان في انتظاري أكبر صدمة خدتها في حياتي من ولادي وأمهم تفتكروا الصدمة هتبقى إيه؟ معقول بعد كل اللي عملته ده مع مراتك وولادك ممكن يفكروا يزعلوك بس انت كاتب في رسالتك أنها بتقول أخاف وألا أقيم حدود الله يعني أكيد في حاجة وحشة جاي وراء تعالوا نكمل من ساعة ما رجعت من السعودية في 2016 كانت مراتي مخنوقة ومتدايقة جدا والسبب أني طلبتها بفلوسي اللي كنت بشيلهم معاها من وقت جوزنا على مدار أكتر من 30 سنة وفجأت بيها بتقولي أنهم اتصرفوا وقلت لها إزاي مبلغ كبير من ملايين اتصرف قالت لجهاز بنتك صف اتكلف 150 ألف و150 ألف تانين صرفتهم على جهاز مارو ده غير أني اديت ابننا محمود 150 ألف جنيه عشان يدفعهم مقدم لشقة عجبيته كده عشان يتجوز فيها واشتريت عربيتين لابننا محمد الأولى كلب ب300 ألف وعمل بيها حادثة واتبعت اتبعت خردة طب صرخت فيها طب وفين الدهب الدهب ودتيه فين أنا جايب لك أكتر من نص كيلو لحد دلوقتي قالت لي أنا بعت جزء من الدهب ولعبت في البورصة وخسرت كل الفلوس والباقي من الدهب محتفظة بي عند بنتنا ماروة قلت لها طب يا غالي رجعي الفلوس الباقي قالت لي أنا مشتريه بيها سندات من البنوك خدتهم من البنوك ومش ممكن رجعها عشان لو رجعتها هتخسر كتير وطبعا كانت السندات باسمها طب يا ستي هنتصرف ازاي هنتصرف ازاي في اللي جاي أنا خلاص رجعت نهائي والبيت محتاج مصاريف كهرباء ومية وتليفونات وإنترنت وأكل وشرب وعلاج فاقترحت علي نفتح مشروع أكل بيتي نعمله ونبيوه عن طريق الفيسبوك وقالت لي ده مشروع ايه سهل ومربح جدا ما كانش قدامي غير إني أسمع كلامه واستمرنا في المشروع الأكل البيتي وأنا شغال مساعد مرمطون من سبعة الصبح لحد سبعة وثمانية بالليل شبه مقيم إقامة كاملة في المشروع اللي كان بيغطي مصاريف البيت لحد ما حصلت مصيبة الكورونا وكان من الطبيعي إن الزباين تبطل تشتري أكل من بره وبقيت العيشة صعبة ما بقاش معايا حتى ليغطي مصاريفنا فطلبت من مراتي إنها تفكي السندات وترجعلي فلوسي بس هي رفضت وتحكمت فيي كإنها فلوسها مش فلوسي قلت لها طب يا بنت الحلال هات الجزء اللي بقي من الدهب اللي شايله عند بنتك نفكي بمصاريفنا برضو رفضت والغريب إن بنتي هي كمان رفضت وعمت على عمها وكأني فجأة بقيت راجل غريب بقيت أضرب كفة على كف على ملاييني اللي ضاعت مني بقيت بشحت اللي فاضل منها من مراتي وبنتي لحد ما اضطرت إني أعرض الشقة اللي مقيم فيها للبيع كان سعرها عامل 800 ألف جنيه بعد ما بقيت راجل مريض وجعان وعريان وكأني كنت برمي شقاية السنين اللي فاتت دي كلها على الأرض ولما جمعت مع ولادي وطلبت منهم يساعدوني بمبلغ 2000 جنيه شهريا لحد ما بيع الشقة فجأت بيهم بيرفضوا وقالوا لو عايزت بيع الشقة إحنا هنشتريها منك بتلتمية ألف جنيه متخيلة يا سيلي يا بنتي اللي حصل فيها وطبعا التلتمية ألف جنيه دول أمام هتدفعهم من فلوسي اللي هي مستولية عليها ومخبيها في صورة سندات البنك ده غير بقي الدهب اللي مع بنتي ولما رفضت كلامهم اتكتلوا علي وضربوني وهنوني وأنا راجل مريض لحد ما وقعت وبنتي الكبيرة وأمها قالوا سيبوه مرمي كده زي الكلب محدش يديله ولا جنيه ولمت مراتي كل اللي خصها من اللبس والمجغولات وسيبوني مرمي في الأرض في الشقة الوحدي ومشيوا بعدها فجئت بابني محمد جايب مع جوز أخته مروه جايبين معهم وينش وعمال شلوا كل محتويات الشقة سيبوها على البلاط وقال لي جوز بنتي إن مراتي مستعدة تتنازل عن جميع حقوقها وتبريني مقابل إن أنا أطلقها وبكده أبقى خرجت من المولد بلا حمص وخسرت شق عمري كله يا إم مراتي هترفع ضدي دعوة خلع وفعلا لجأت مراتي لمحامي ما عندوش ضمير عشان يرفع لها قضية خلع على عنوان وهمي بفرض أني معرفش ومحضرش الجلسة ويتحكم لها غيابي بس لطف ربنا خلى حد من معارف يعرف بالصدفة فوكلت محامي عشان يطلع على عريضة الدعوة واكتشفت إن الزوجة اللي عشت معها 36 سنة بتقول في الدعوة إنها كارها تعيش معايا وتخاف تخاف وقالها تقيم حدود الله علما بإن الأستاذة اللي خايفة قالها تقيم حدود الله سنها 63 سنة وقلت للقاضي بالمستندات إزاي زوجة مصابة بالضغط والسكر وقصور عمل في الكليتين وأمراض في القلب وتأكل في الفقرات العنقية والقطنية إنها تبقى خايفة ألا تقيم حدود الله هي كل هدفها تهرب مني بعد ما خدت كل ما أملك وورستني بالحياة هي أولادي ودلوقتي بقيت عايش وحيد في قوضة بالدور السادس في عمارة من غير أسانسار ومحدش بيساعدني غير أختي الكبيرة اللي بتدفع لي مساعدة شهرية 1500 جنيه وحاسس إني ميت على قيد الحياة خسرت مراطي وعيالي وشق عمري ومش قادر أثبت حقي ولا يلاقي حد يساعدني ويقف في ظهري قولولي يقامل إيه لحد هنا وخلصت رسالة أستاذ أحمد بس لسه هو موجوع ولسه في المصيبة ولسه مأهور لسه ما خلصتش مشكلة ومش عارف هيعمل إيه بس وأنا بقرق قصة بجد يعني عاد عمال أقرها وزاكيرها كده بنزاكيرها كذا مرة وبنقرها كذا مرة عمال أدا يقول يا رب ما تبقاش حقيقية يعني يا ربي بهوز علان وتعبان أو يكون مر بي لعمر أنه هو ممكن يكون بيتخيل غصبا عنه يا حبيبي أنه هم عملوا كده لأنه أنا ما شفتش كده ما فيش كده يعني معقول في زوجة وأولاد ده يبقوا جحدين للدرجة دي طب دلوقتي هو هيتصرف إزاي بعد ما أولاده كلهم انضموا مع بعض عليه طب غضروا بي لين طب هيزبت حقه ازاي طب هيرجع فلوسه ازاي طب هو الزمن اللي احنا فيه بقى كده طب ما أنا قاعدت أقول لأ مش ممكن يكون حد عمل في بابا كده بعدين جات في دماغي القصة بتاعة البنت اللي قتلت مامتها اللي يتحكم فيها على طول معرفت عدت تفكر كده وإحنا رايحين على فين تم واقصة حقيقية هو بينقلنا الواقع هو ازاي يكون عيال بالجحوة ده وازاي تكون ستة عايشة معاك حاجة وتلاتين سنة وتعمل كده رعب كلام كتير قوي هنتكلم وأنا محتاجة أفهم أكتر من كده استنونا بعد الفاصل اشتركوا في القناة